لحد الآن عملنا 132 عملية جراحية وكلهم عملية أنا قدلك 50% قريباً كيكونوا عملية غالية لعملية قلب مفتوح من هذا تقول لي أنتي مطلب لي ساعة أكثر مني أنا لكن الجامي تحت لي في بالي أنني قد نطلع قافلة تضموني لشيش بل يكون واحد دوار واحد المتشر بعيد عليك واحد لا تتسوايا وما عندوش الماء كنظن ركاية الطبيعية في عام 2012 ومغي ذيك الحفر أو لديك التوزيع هذه الفرحة ما يمكنش شي واحد يشوفها وما القلب دياله ما يتأسرش نوال فلالي رئيسة جمعية الله نتعاونه سوى ثلاثين سنة وأم مطلقة لتفل عايشة هذي تقريباً كسر من خمسات سنوات في مدينة ستنجا نصير باطي ونصير سحراه ولكن عاشقت هذي المدينة هذي حتى لدرجة أنني أريد أن أقول أنه يمكن تنجاوية فالله في شي في شي زمان ما الزمان ترى يمكن أوليس تنجاوية أو لكن تنجاوية عاش بالنس اللي فيها وبالمحبة ديالهم بالخير اللي تديروا وحتى الأصالة اللي مازالين محافظين عليها ما شاء الله ولا قوة إلا بالله أنا كونت واحدة تجريبا ديال أكثر من عشر سنوات في المواريد البشرية تجريبا كنت ماريه بالتشويق علاش لأنك يكون عندك الو كونتاكت أمى عندي باك بلوسيس باك ديتو علمي في مدينة الداخلة ومن بعد ست سنوات بنقريت في النيكل كنديان في أقادير ومن بعد جيت تلتنجا سبحان الله من الصدف أنني جيت تلتنجا درتدي سويسيس ديالي في الونسيجي فشاءت الأقدر أنه مني خديت الماستغ أو الديسويسيس مشيت الفلاكسة رباط داربي داقنيترا وخدمت سمك في مجموعة ديال الشركات جيت تلتنجا من بعد تلق ديالي وتنستاليت هنا وكان الوليد ديالي مدير جيهوي الإسكان والتعمير فمنين جيت هنا جيت خدمت في أحد شركة وسبحان الله المدير ديالها تدير هات شلي تندير دابا حاليا المدير ديال الشركة شنو تدير مت تدير على الأفانس ولا الخلاص وكيكون عندنا شي حالة من الحالات فوسط الشركة أو لخارج الشركة وكنكنو نتأكدنا وبخيالها من صحة ديالها وصحة ديال الوراق ودك شي تيجي مدير شركة يهدر فيها تقول أخوتي السلام عليكم في الميكرو والله يجزيكم بخير احنا غنجمعو لهذا الحالة أو لهذا السيدة أو لهذا السيدة فأول حالة قبطة هي هذي كنت قلت له مشنو هتشي اللي واقع ذا مشنو كين جابوا لي بوكس وبدو تيجمعو كل شي من من أقل عامل أكبر عامل تمكو تيجمعو اللي كتب الله تيحطو وهذا هو اللي كونسيبت دايور فجوني ديك سندقات وبدين غنحسبو الفلوس وتنحسبو السوينتات درهم جوج خمسة دراهم فسولتم على الحالة شنو هي قالوا لي بأنه أرملة توفى الزوج ديالها في صباح كان مريد بالسرطان وهذا وولدتي يا لاشية 2018 شوية فمن ثمك جاتني الحالة اللولة وكنت واحد سيدة غدي نحيدو للاي شفية وعافيهاك صراطا من رحم ديالها وكن غايكون استئصال در رحم فلقي التفاعل تاني مع الحالة وربي جاب تيسي تطبي بدرنا وحتمنا رمزي حالة تالية غتكون حالة ديال القلب وهنا بلا شك انتي عرفها بأنه أنا حاليا الحالة اللي كنعطيهم اهتمام أكتر هم أطفال تيكونوا مرادين بالقلب وخاصهم عمليات ديال الجراحية ديال كوغوفيغ يعني قلب مفتوح فكنت أول حالة ديال واحد طفلا من قصر كبير رقية مري ما نساها وهدي كانت ساماتوني أكوغ ليش لأنه وليت وما هات تقول لي أنتي بنيت أكثر مني أنا تالما أول مرة نقبط حالة ديال القلب وأول مرة انتشبت أكثر سنتيمونتال من بالأموسينا من بالحالة آآ تمك آآ وشبر بيتي سير ولكن هنا بعض الأشخاص اللي يجزيهم بالخير اللي نكنت لغيونتاسون باش مزيان يكون عندك واحد مجموع عديا الناس اللي تيفيدوك بالتجاريب ديالهم ولي تيغيونتوك حتى للخير آآ ومتي حبتوك وهذا هي الغاية أنه الطاقة الإيجابية طبعا والناس اللي تيشجعوك أكثر فأكثر فلقيتم الحمد لله بجنبي كيف حال تجاريب ديالي بروفيسيونالي يعني لقيت الناس اللي تيشجعوني وخا سيبالوا من متيه إلى آخره دونك هنا اللي يجزيهم بالخير كانوا خير كان خير توجيه من عندهم لأنه أنا أولا بغتي تديري خير ديري ولكن دونزان كادغ ليقال ودونزان كادغ اللي قانوني اللي هو جمعية والآخر في إطار جمعوي قانوني إلى آخره فكانت هي هذه شرارة الانطلاقة للتأسيس الجمعية في 2018 في 24 مارس يعني فات الشهر هذا شهر ديال المرأة كانت صدفة زبوبنا لأنه تحاجة مصعبة لنحن يسخطون نساء مغربيات كل شيء مدم كين الإخلاص وهذا واحد النقطة مهم مخص انسيستيليا الإخلاص والتفاني في العمل هدو جوج حوائيج لغي خليك توصل بإمكان توصل بالزربة بأي طريقة كانت وطرق صهلة ربعينة ولكن طرق صعبة كتكون صعبة ولكن النهاية دياله ولافينة لتديرها تتكون رائعة وزوينة بزيف فكانت أول مرة غدي نفكر في تأسيس الجمعية وفعلا مشيت لزو طغيتي قدمت ورشدوني اللي جزيهم بأخر مقاطعة ديالنا هنا ديالتان جباليا وطاق لي خسين جماع الناس اللي غي يكونوا معايا فالحمد للتي سرت وربي جابتي سير لحد الآن عملنا 132 عملية جراحية وكلما عملية تنقود لك خمسين في المئة تقريبا كيكونوا عملية غالية ديال عمليات قلب مفتوح وعمليات اللي ما عندش المقدورة ديال الشخص مياوم أنه يقدر يديرها دونك نحتك عملية القلب لأنه هما اللي كانت تريدو فيهم أكثر وتنخدمو فيهم أكثر تتكون بين أقل أقل واحدة اللي درناها مؤخرا يستد الميون ونصف ولكن أغلب العملية بين 8-9-9-9 ميون ولي كيكونوا يا إما أطفال عندهم تقيبة تقبأ في القلب أو لا الطفل عنده الصمامة أو لا شخص أدلت عنده يعني بالغ عنده وتوا الصمامة يعني هدو كامل أو لا قصو غاية تسرح للقلب دياله أو لا عمليات أيضا إلا كنت شفتين اللايف اللي درت من وصل لعمليات لأنه أنا تنحمق على هذا الشيء يعني أنا رماشي سولمان تنديرو حيث رئيسة جمعية فقط من أنه تنحمق على المهنة للطب وتنبارك في عمر أي طباب اللي تيخدم بإنسانية الله يجزيه بخير لكي نعطيب بعد الخير تبارك الله من تمشي عندهم تقول لي رحنا تنشوفو مع الجمعية فلانية ولا جمعية فلانية تنفرحة يعني بسولمان جمعية ديال ماشي غير جمعية ديالي اللا نتعونو ولكن غيحة إحنا عطينا اهتمام أكثر لهد الجانب الطبي أو لجانب ديال الصحة يعني ربما برزنا أكثر في العمليات الجراحية لأنه كين جمعيات كي ياخدوا لكن تياخدوا ربما عملية في شحال أو لا حنا تقريبا عندنا واحد لاموين ديال الاربعات ديال العمليات في الأول الخمسات العمليات في الأسبوع هاد الأسبوع اللي فات ديال آخر أسبوع ديال شهر جوج درنات من يد العمليات الجراحية يعني الحمد لله وشكر لله وعندنا متابعين تبارك الله وصلا عن بي تقريبا خمسين في المئة منهم تيبغيوا يعطوا في العمليات الجراحية من يتيتعلق الأمر بلحطة في المفحالوش والله هذا تلقى الناس كتأثر أكثر فعندنا في صراحة من جميع الأشكال والأنواع ديال الناس الخير اللي تيبغيوا ديال ولكن أكثرهم اللي كيبغيوا تفاعلوا أولا اللي كيتفاعلوا أكثر مع العمليات الجراحية إضافة إلى هاد الحاملة أو لالعمليات الجراحية اللي نعملو عملنا كنديرو أو كنديرو قوافل بزفد المداشر ففعلا نحن بحكم الجمعية مؤسسة في مدينة طنجا قررنا أنه أغلب القوافل يكونوا في النواحي ديال الشمال أو في النواحي ديال طنجا علش لأنه تبارك الله ما شاء الله كاين المداشر وكاين الدواوير في الجهة ديالشفشون وديالتطوان وديال وصولنا إلى الحسيمة وإلى الناظر وكاين تبارك الله عرما يدر ولكن جامي تحت لي في بالي أنني غدي نطلع قافي لتضموني لشي جبل فامني طلعت وقع لي وحل هذك اللي تحب الشي برا ولا شي راجل انتقل هذي اللي وقع لي أنا صعدت ولهذا اللي تغمنا غدي نستعمل لأن أنا عرف بزفد الناس غدي يهضروا عليه ولكن عشقت هذي الناس هذو علش لأنه في البساطة ديالهم وكانت مسؤولية أكتر بالنسبة لي لأنه مزيان ديروا العملية الجراحية ومزيان ديروا هذ شي ولكن لما لا يكون سالة الوصل مع هذي الناس هلاش هذي الناس هما بحن بحنوا مغاربة جمعنا ربما ما تكون جمعنا سالة سالة قرابة أو لهذا ولكن جمعناتها مغربية فزدنا هذا كإطار عندنا في الجمعية وك اخر اللي تنخدموا عليه فتما كان أول مدشر إلا ما خفتنا كتب تسميته جبل ما ركعده تما كدرنا توزيع ديال بدنا شوية بشوية في صراحة ما بدناش بدنا غيب خمسين تلاتين وحنا طالعين وحنا طالعين وصلنا ولينا تنكوفري وستميات عائلات الحمد لله وفضل الله سبحان الله ولكن هذا واحد المساج لأي واحد كيدير الخير لا في إطار جمعية ولا في إطار مؤسسة ولا في إطار كشخص متطوع لله سيروا المداشر وعتقوا هذي الناس لأن ولينا مميسا نمشي وليهم تلقوا عندهم بزاف دير الطلبات ومن تمك تنخرجوا العمليات الجراحية من تمك تنخرجوا الناس محتاجين لعملية جراحية تنخرجوا بزاف دليبزون وقريبا بزاف دلمشاريع غير يكونوا في هذا المداشر بإذن الله مكينش مكفس وما أخي بحاجة وما أخي بحاجة أنه ما عرفتش التعبير اللي غادي نعبر بي ولكن باش تدخل وما تلقاش الماء تبغي يغي تشرب وما تلقاش الماء ما تبغي يغي تستغسل وما تلقاش الماء شي حاجة كاريتية ألفين واثنين وعشرين وحنا في المدينة اللهم لك الحمد ولك الشكر واللي عندوش نعمة ديال الصحة واللي عندوش نعمة ديال اللاقي ما يياكل وما يشرب هذا أرى هو في نعم كتير فالحمد لله لا دنيا عملين ولكن باش قاح سراسرا دوزة غايد ساعتين من الثلاثة السواية على طنجة فيكون واحد الدور واحد المدشر بعيد عليك بواحد ثلاثة السواية وما عندوش الماء كنظن ركالية الطبيعية في الفين واثنين وعشرين فالحمد لله حنا لحد الآن حفرنا ما يقارب واحد وعشرين هذا السبت هذا كان البيئ رقم واحد وعشرين وما زال بزاف ديال الظواور وبزاف ديال مداشر سخته أن المنطقة ديال الشمال معروفة بأن المكاين اللي مويع باش يحفر ما عندوش كتلقى دوار مكون من خمسين ستين عائلة عندهم عنده يعني عندو الضوف أي دوار الحمد لله داخل دابة في المغرب عندوش مشكل الطرقان احنا بدينا تنصيبوهم اللهم بارك وخاء أن الضواور تنمشوا لهم احنا الضواور كتكون تطرقان لها ما مصيبش ولكن بدو كي يوصلوا بدأت تلقى هات تسمعه ولكن المه هو اللي كين فيه مشكل سخته تنمشوا لذي محلل لهم نحن بدينا أغلبية طلبات تنمشوا لهم سيكون عندو المه بحال يقول لك المدراسة تصايب لأنك نلقاوش مدارس حالة يرتالها مدارس كاريتية لا بالنسبة للأسد اللي تيقرر لا بالنسبة للطفل اللي تيقرر فيها وطريق في الصراحة أنا غادي نقول لك مواقف اللي مرتبطة بكوني مرأة لأنه إلى لاحظتي أن تنخرج بالزي الأسكري لا لي شيء أنا مثلا نخدو تشي صيفة ديلا شي حد ولا شي حاجة ولكن باش نبينه لأنه تنخرجو بإنسختين غيقور غيقور يعني هي الصرامة في الخدمة ويعني خارجين باش غنخدمو ما شي غادي نعطيه قفة ونبقى معه يومين تيصدفني عندو غن ناكل معاديك القفة نون حنا تنخرجو تمك باش نخدمو في النهارنا وتنرجعو في النهارنا روخات كل كيلومترات بعيدة رالب غي هات السبت هذا كنا في تيمز قاديوين في لغي جون ديالشيشاو في النواح ديالشيشاو مشينا خمسة سوايع مشي خمسة سوايع مشي ويوم يرغبو فينا أولو علاش ما كانت قلع لحد هذي حاجة اللولى الحاجة الثانية اللي بس ديالي علاش لأن ديما مرتبط اللباس العسكري بالراجل فتحيتي لكل راجل تيسندنا لف لف البوست دياله لف سلطة لف الرجال تيخرجوا معانا اللي يجزيهم بألف خير لأن لولاهم ما كناش تبارك الله تيهزر خلاشي ديال طحين ما شاء الله معانا وتيهزر خلاشي دياله وتيهزر خلاشي ديالهم في الحاجة الثالثة باش نبينوا أن المرأة مغربية حاجة مصعبة عليها وسوخته أنها تكون أم وخدامة ولا ما خدامش أي حاجة سهلة الحمد لله شوف أنا أنا نقول لك اللقطة اللي ما تتنسريش أكتر هي من تيخرج لنا الماء واللقطة المناقضة لها أو الخيبة لها هي من تيخرج لنا واحدة عمري من نساها في اللغيجون ديالوزان مشينا نحفروبير وقدرنا أربعة المحاولات وتصور واحد الدوار في وسط أنا تنهدر معك دابوت شو كلي الحمد يعلي في دور في وسط وزن معروف فيها الماء ومخرش الماء فالمرأة تجي عندي ويجلسة معايا وهي تسقول لي احنا عارفين رأسنا ما عندناش الظهر مع الماء والله العالمي لا لغد لي عاود حفر أول ومخرش فهذا الدواوير اللي كتكون في حلحك واللي ما فيهمش الماء هادو هما اللي خصة دخول للدولة تكون فيهم يا إما ربط يا سودودي وصلوهم وقناوات يا إيايا بسافت الحاجات لأن هناك يتحد لأن كان نوصل الواحد لعليمية لما نقدروش نفوتوها بالليموين اللي عندنا و بالمساعدات اللي تتجينا كتتجينا واحد لنيفو ما نقدروش ندباسيوه اللي هو هذا من المكر القوش الماء صافرها ما لقيناش الماء مي تدخل وتتلقى الناس كيتنتظرك كأنهم تنتظرو الله يعلم شكون يدخل عندهم وغير الحفر أو التوزيع هذه الفرحة ما يمكن شي واحد يشوفها ومالقلب ديلو ما يتأثر ما يمكن شي واحد يشوف الفرحة للناس والاستقبال والاستقبال حيث أنا كنقلوا منامبليا بزغار يتنغيز زغار تولين جان حيث نقول على مازحة معاكم لأن حيث هتش عليش أمفان تكون كنديروه هي باش نحس بديك الفرحة للناس وبأن هم ما قطعينش معهم الصلة رأس احنا جايين عندكم باش نفرحوكم باش تنتوا ما تفرحونا بغيت نحي نساء المغرب خصوصا في 8 مغص والنساء المكافحات اللي تيخدموا بإخلاص الشريفات أيضا اللي متبعين طريق الخير وخصوصا خصوصا رئيسات الجمعيات لأن هاد الطريق ماشي سهلة والميساج جيري كل المرة تتبغي تتبت رأسها فازي فانس يعني ما توقفيش عند شي حاجة وما يوقفك شي حد لأن الحمد لله احنا قابل أو النساء المغربية عموما قادرات أنهم يشرفوا بلادهم في أكبر المحافل الدولية والوطنية فما بالك أنك تكون سبب في إسعاد الناس فهذا الخير كله أي مرة تتدوز بشي محنا ما يقدش يقوى المرة من غير رأسها أسف يعني تقوى برأسها بالله سبحاني الله بلانطوغاج ديالها ولكن الانطوغاج اللي كي يحفز اللي كي إيجابي ما شي اللي تتمص نعاو نذكر أن خاص الناس اللي حيطين بك يكونوا الناس اللي تزيدوا بك القدام تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد